موني ستفقد بطريق النتائجه النساء طبعاً لكي أتخبرتهم عن هذه المشكلة هو ذلك المتعلم أظن أنني لقد استمتعت تسجيل جميع التسجيل كانت هناك التسجيل أن هناك جميعها فيها ولكني لقد كنت أعرف أن أ أتكلم سائل وفي الحلقات من انا انا كنت شارفة اتكلم خالص ما فعل اتكلمت اقل يا حسيد اتليست انا اتكلمت اقل كتير منك او انا اتكلمت قليل بس في حلقات تانية استغربت لقد نفسي عندي حاجة كتير اوى ان انا ممكن اقولها ده بيحسسني ان الحلقات اللي احنا بنسجلها يعني حياتية اوي ان هي بنتكلم على حاجات بتحصل كل يوم بتحصل لكل الناس كلنا بنعدي فيها فهي حاجات كلنا عندنا حاجة ان احنا نتكلم فيها فده اللي أنا بتمنى يعني للحلقات عموما أن أي حد بغض النظر هو في علاقة ومش في علاقة يعني عنده تحديات في علاقته أو لا أو كلام من ده أنه هو ياخد حاجة من البودكاست دي يعني أقل حاجة أنها تكون البودكاست دي دعوة للطرفين أن هما يتكلموا أو يفتحوا مواضيع أكتر بتمنى أن هي ممكن تكون زي مثلا حجة مثلا أنه هو في حاجة معينة عمره ما بيتكلموا فيها طيب ما هو في ناس تانية بتتكلم فيها متين نحن نجرب لو عملنا ده حتى في حالة أو حالتين أو كده أحس أن ده تكون بودكاست نجحة عملا السبب الأساسي أنه فكرنا أنه نعمل ده هو أن إحنا بنتين بنسمع بودكاست كتير وحسين أن ما فيش بودكاست عن المواضيع دي عمتا بس لو بصناها اللغة العربية حني أنها أقل بكتير عشان كده حاولنا أن معظم الكلام اللي إحنا تكلمنا فيه في الحلقات يكون باللغة العربية كانت ساعات صعبة لأنه كان فيه مصطلحات كتيرة جدا يا إما مش موجودة في لغتنا أو مش درجة في لغتنا أو الكلام نفسه تقيل قوي فصعب قوي نحن نقضي نكرره بتمنى أن الحلقات دي تخلي الكلام عن الحاجات اللي هي كانت صعبة أسهل وناس تانية تفتح نفس المواضيع وتتكلم عنها وتعمل بودكاست تانية وتالتة وربعة والموضوع أي موضوع في أي مجتمع بيكون صعب أو شائك أو غريب شوية بيبدأ دايما صعب حد يبدأ الحوار مش بقول إن إحنا أول ناس بدأنا بس أقصد إن إحنا من ناس القليلة اللي بتتكلم فيه وإن ده مع الوقت يسهل الموضوع ولما يوصل الموضوع في المجتمع إن هو عادي جدا إحنا نتكلم فيه ممكن نختلف في الأراء تماما بس إن هو أوكي نحن نتكلم ونختلف دي تبقى نتيجة كويسة وبإن إحنا معظمنا بيهدف إن هو يقضي معظم حياته في علاقة على الآن إن هو هدف بتاع ناس كتيرة جدا تبقى حية كويسة إن إحنا نقدر نتكلم عن الحاجات دي عشان يكون عندنا علاقات أقرب وحسن من نسبالي أنا فكرة كويس قوي لأن أنا يعني بحب البرايفسي بتاعتي حتى الإنستغرام بتاعي is private consciously يعني لأنه I really like having my own privacy بس زي ما قلت قبل كده أنا بقرأ كتير قوي قوي عن العلاقات من وانا عندي 16 سنة يعني كنت دايما عندي فضول وكيريوستي قوي على موضوع العلاقات وعملت كورسيز كتير قوي على حاجات مختلفة So I think إن أنا I had a natural curiosity وتالنت في الموضوع في نفس الواد ولم إحنا كررنا إن إحنا نعلن علاقتنا إحنا اللي اتنين مع بعض One of the things that was a goal for that كان basically هو إنه وانا فكرة دا كويس قوي كنت بسيتلي يا عمر وقلتلي This can be a really great opportunity لك إن انتي to share The knowledge اللي عندك على العلاقات مع ناس كتير وإن أنت تفديهم بالحاجات اللي أنت تعلمتيها لأن طبعا ما تعلمتهاش بسهولة تعلمتها بصعوبة لأن الواحد ساعة لازم يمر بحاجات صعبة إنه هو يتعلم ويفشل في علاقات معينة ويفشل في فترات معينة في علاقات معينة برضو إنه هو يتعلم وبعدين بيبتدي يدور على التولز اللي هي ممكن تساعده وكمان لأنه honestly بالذات بعد لما إحنا اتجوزنا يمكن كان في صحابي عمتها للناس كلها بتجيلي إنها تسألني على advice when it comes to relationships بس لما إحنا اتجوزنا وعلاقاتنا بقت public بقت ألاقي ناس معرفهاش بتبعات لي messages وتقول لي اه أنا في situation كذا أنا في situation حد عنده طفل أنا في situation فرق السن كبير أنا في situation مش عايزة أعمل فرح تقليدي زيوكو أنا في situation كذا وكذا وكذا وبيسألوني وعادي بأتكلم معاهم وبالعكس بمبسة قوي لما بأتكلم معاهم ودايما بحس إني إني عايزة تضيهم أكتر بس I'm one person and these are a lot of people وحتى الناس دائما بتبعت لنا احنا الاثنين messages وبيسألونا please ممكن تتكلموا على conscious relationships على how to have healthy relationships how to love again after loss how to let go how to deal with fear حاجات كتيرة أوي مختلفة فكننا الأول بنفكر ان احنا نستخدم social media ان احنا نمني واعي عن الموضوع ده أنا وعمر we're not big social media people we're definitely not hashtag couple goals you know dance people and we really do like privacy we like dropping off of social media every now and then برضو فبتهيالي البودكاست كان أحسن طريقة ان احنا ندليفر الميشن دي اللي احنا we want to deliver بقالنا كزا سنة لا عجبني فكرة البودكاست ان هي موجودة للأبد يعني هي evergreen بمعنى ان هي بالله حد هيسمحها دلواتي أول ما تنزل حد هيسمحها كبان ثلاث سنين يعني بنكلم في حاجات يعني عن العلاقات في المطلق فهتبقى مفيدة لأي حد في أي وقت واحدة بالنسبة لنا يعني تسجيل البودكاست كان حاجة مهمة بالنسبة لنا كنا عايزين ان احنا يعني نحط من نفسنا أكتر حاجة جوه الموضوع ما حبناش ان احنا نبخل على الناس بأي حاجة على قد ما نقدر فعشان كده أصلا لما جات الفكرة احنا عادنا شهور طويلة لحد ما يعني ابترينا ان احنا نسجل يعني حتى كنا في مرحلة لسه متجوزين جديد في كل التحديات بتاعت اي جوازة جديدة ممكن تبع حاجات أصلا خارج تحكمنا فحاسين ان احنا لازم نكون في مكان او مرحلة كويسة جدا في علاقتنا وبالرغم من كده بالرغم ان احنا في مكان كويس قوي في علاقتنا الا ان كل حاجة برا لعلاقة كانت ضدنا في الفترة دي انتوا لاحظتوا في اول الابسود كنا بنسجل في مكان تاني كنا احنا معجرين بيت هنا طريعا ان احنا نخرج برا البيت فطريعا نسجل في حتة تانية وبعدين رجعنا البيت وبعدين اكتشفنا ان لسه في مشاكل في البيت فطرينا ان احنا يعني اخر تلات حلقات سجلناها واحنا مش عايشين في البيت بنروح وبنيجي حاولينا بوكسز او يعني برا الكدر كله سندوق ودي برضو يعني حبينا نحنا نكمل وما نأجلش التسجيل البودكاست لان دي الحياة وده الواقع ان ساعة كتير قوي في العلاقات واعتقد ان ده بيوقع علاقات كتير قوي ان دايما كل واحد دايما بيدور على المرحلة اللي هي المثالية يعني كل حاجة هتبقى بيرسلت كل حاجة كلام من ده زي ما يكون فيه يعني دستنيشن معينة العلاقة بتحاول انها توصلها متهي ان اول ما نكتشف ان هي مفيش حاجة اسمها كده ولا دايما نحيبقى فيه فوق وتحت وكلام من ده ولو احنا في حتة كويسة دلوقتي مؤكد ان كمان شوية هتيجي فترة صعبة لو احنا فترة صعبة مؤكد ان ده حيزول وحتلاقي بعد كده فترة كويسة وهكذا فحبينا ان احنا نسجل anyway في وسط كل الاخباطة اللي بتحصل دي بس كان مهم قوي ان احنا نكون عدينا مراحل مختلفة في علاقتنا عشان نكون برضو بنتكلم من مكان كويس ان احنا بنحاول ان احنا بنتكلم عنها طبعا تجربة شخصية وتجربة حياتية فهي يعني صح عمتا ان احنا بنتكلم على حياتنا احنا ولكن ساعات بندي نصايح او بنحاول ان احنا نوصل حاجة فكنا يعني حارسين ان احنا نعملها ونحن نوصلها باحسن طريقة لان انا ممكن عملت فاصل ما بين يعني انتاج البودكاست والريسيرتش اللي اتعامل لي والفعل نفسه بتاعنا احنا بنسجل حلقات وبعد كده يعني 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 يحصل ايه بس منتعيالي زي اي حاجة في حياتي ان انا لما اخترت ان انا اكون على السوشيال ميديا عمتا من اكتر من عشر سنين وفي البوبليك دومين عموما ودي مش من شخصيتي عملتها عشان انا حاسس ان فيه يعني هدف اكبر من ده ان ممكن ان ده يحمس الناس ان هي ايا كان بقى كل التجارب اللي انا عشتها ان هي تسيب الشغلان اللي مش بسطاهم ان يجلوا ورا حلمهم ان هو مفيش حاجة سمعها مستحق ايا كان كل الحاجات دي فحاسنا ان فيه فيه هدف من البودكاست ده يعني مهم ان هو يخلينا نكمل شوية حتى لو فيه يعني حتى من حياتنا الخصوصية بتاعت حياتنا تبقى معروفة شوية يا